وقل اعملوا فسيرى الله عمركم ورسوله والمؤمنون وان الله لا يجيع اجرى مع السنة عمل انا شخصيا عايش بدول لان برا وانا عايش برا يا ما شفت تلاتين سنة برا شفت كل الوان لم تتخيلها اللي حصل لنا مش انا بس اي حد نجح في اي حتة ما عندكش فكرة تعب قدين عارفين انا ميجا فكر مثلا برا وال ديزني عشان خاطر يعمل ديزني لاند الراجل ده فلس فلس سبع مرات عارف عنيه تفلس سبع مرات يعني البلوك ما تتعملش معاك ولا حد تعمل معاك خمس سنين يعني لازم تدفع كله كاش كله كاش وما حدش تعمل معاك لانك مفلس احسابها في سبعة عارف هنري فورد فلس تمن مرات ما فيش حد في الدنيا ناجح لما لازم يدفع التمن للنجاح ده كان وقت من الوقات ولد مع ابو الاب امتلعه عشان يطلع على برج عالي وفيه اسانسورين وكلهم مستنين وفيه عالم ضخمة كتير فاعدين مستنين اربع ساعات فالولد قال له ابوه بابا انا عاوز اطلع بسرعة قال له طب تعال معايا وبدأ يطلع على السلالم فقال له بابا على السلالم ده فيه حول 1500 سلمة قال له بالزبط كده هتطلع سلمة سلمة وهو ده الطريق النجاح ايما تستنى مع الناس دول كلهم وانت وحظك بقى الاسانسور هيفدأ امتى فالنجاح نفسه طول ما انت ماشي فيه هتاخد سلمة وبعدين تطلع سلمة تانية وطول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي مثلا فيه انشاءات او هتلاقي مطب هتقع فيه وبعدين تاخد بالك وتتعلم منه وتكمل تاني لكن معظم الناس يروح وقع في المطب واستنى انك بعد يشتكي طب ما تخرج وتتعلم منه وتبعد عنه وبعدين تعلم غيرك انه ما قعش في المطب ده هي اجي الروع عشكده اليابانين قالك ازاي لما تقع 3 مرات وقف 4 مرات لو قحت 4 مرات وقف 5 مرات لو قحت 5 مرات وقف 6 مرات لغاية امتى لغاية هدفك طالما عندك هدف ونفسك فيه عارف ممكن تحققه عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى عارف ممكن يساعدك وساعد الاخرين بتسيبه ليه لازم الالتزام والاسرار وفي نفس الوقت الانضباط دلوقت هذا الادراك اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل اخدناه بعد كده وبدأنا نمشي شوية شوية لغاية ما بدأنا نتكلم في القيم وقالنا ان القيم هي اللي بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام الصحة والغلط هي السبب في الدوافع والدافع هي السبب في الحماس والحماس هو السبب في السلوك فالبوس لقي واحد يقول لك انا اشتريت كتاب وعندي حماس عالي وبعدين سبت الكتاب ياما رحت امسية ولا دورة وكان عندي حماس عالي ولقيت نفسي حماس ينزل لان القيمة اللي عندك مش واضحة لو عرفت القيمة اللي انت عاوزها بفرض انت شرية كتاب تقول قيمة بالنسبة للتعليم بالنسبة لي ان انا حسن حياتي وقرات ان انا حسن حياتي فدتلك دافع والدافع بسيط لقيت عند لما لقيت الكتاب خدت وتحمست لقيت اسم الكاتب او شكل الكاتب او اسم الكتاب وروح تواخده تبص في الفيرس ادالك حماس اكتر وبعدين تحدياتي الحياة ممكن تخليك شيء لكتاب ارجع للقيمة ايه القيمة ان انا عاوز احسن حياتي عاوز اكون افضل ودي ممكن تساعدني على ثقاف النفس لما تيك تفكر بهذه الطريقة هتبص له ان القيم في حياتك اصبحت واضحة لان انت عارف من اهم ثلاث حاجات بالنسبة لجزء الشخصي اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهاردة هو القيم العليا والرؤية الواضحة والاعتقاد الزاتي التلاتة دول اللي مش موجودين في الركن الشخصي في حياتك مش هتعرف تنجح فيهم التلاتة دول لازم يكونوا موجودين وبعدين اتكلمنا بالنسبة للقيم انهم متقسمين الى سبع اركان الى سبع عارف انا بسيهم اركان قيم وجزء الاولاني او القيمة العليا الاولانية هي جزء روحاني وكلمنا عليها شوية واننا منقسمة الى كذا قسم اول حاجة الحب اولا حب الله سبحانه وتعالى انك بتحب المولى عز وجل من غير شروط من غير ما تطلب حاجة حب حب تام ربنا عارف انت عاوزيه تعارفين يوم الايام ربنا صحيحة يقولك اين المتحبين في جلالي اليوم اظلل عليهم يوم اظل الا ظلي وانت لما تكون بتحب انسان في الله اتنين بيحبوا بعض في الله واكتمعوا في حب الله ما اجتمع اتنين في حب الله الا هو دخلوا الجنة وعلف حتى في المسيحية مجتمع اتنين في حب الله إلا وكان ثلاثهم الله سبحانه وتعالى عارف شوف الروعة لأنك مجربة تقول أنا بحبك يا رب العالمين وانت عارف اللي في قلبي وانت عارف لجوايا وعارف اللي في صدري وعارف أنا بحبك بدون شروط ربنا سبحانه وتعالى بينظر لك النظر بالبصاله أكثر مما تتخيل عشر مرات فربنا يدي لك أكثر وأكثر وبعدين تتوكل عليه وتتقي من يتقي الله يجعل لهم أخرجا ويرزقه من حيث يبص من حيث الله يحتسب هتلاقي عندك رعو عجالك من كل ناحية لأنك ماشي في حياتك بحب لله سبحانه وتعالى وعارف نك في يوم الأيام هتكون بين إيديا فجاهز؟